موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين بالبناء والعالم راح فيكم بحلقتنا لليوم من برنامج الحدث اليوم السبت 14 أذار 2015 ضيفة بها الحلقة السياسية اللبناني دكتور تفيق هندي صباح الخير دكتور تفيق سلافيك طبعا لما نقول 14 أذار 2015 أسئلة كثيرة تطرح في ذهننا عن 10 سنوات بين 14 أذار 2015 و14 أذار 2015 ما الذي تغير؟ ما الذي تحقق؟ أين فشلت قوة 14 أذار؟ أين أخفقت؟ وأين نجحت؟ أيضا من الطبيعي أن نقوم معك اليوم بهذه الحلقة بجولة شاملة أو بقراءة على هالعشر سنوات ونوع من مراجعة يمكن لكل أداء 14 أذار ومستقبله خصوصا في ضوء المؤتمر المرتقب الساعة 4 من بعد ظهر هذا اليوم والإعلان المنتظر أيضا عن المجلس الوطني المنبثق من 14 أذار ستكون لنا قراءة مفصلة بهذا الموضوع بالإضافة طبعا إلى أزماتنا الداخلية السياسية والأمنية مننا وعلى رأس موضوع رئاسة الجمهورية وما يتصل بها من مواقف سياسية وأيضا سوف نمر سريعا على كل مشاكل المنطقة ونحن معنيون بها وبإنعكاسات علينا بشكل أساسي قبل كل التفاصيل جولة إخبارية سريعة مع زميني كريستين ومن بعدها نبدأ حوارنا أهلا بكم عثرة منذ قليل على عبوة ناسفة معدل التفجير وموضوع داخل سخان للمياه بين جامع الخطيب ومركز الأمن العام في منطقة العبودي شمالا وقد توجه خبير المتفجرات إلى المنطقة للكشف على العبوة وتفكيكها قطع أهالي برجة الطريق داخل البلدة احتجاجا على قرار وزير التربية ليصب صعب إعفاء مدير مدرسة ديماس برجة من مهامه وكان مدير المدرسة قد أعفي أمس بعد تعرضه لتلميذ بالضرب على خلفية أكله حبة فاكهة ما تسبب بكسر يد التلميذ يحيي فريق الرابع عشر من أذار ذكر انطلاقة ما أسماها بثورة الاستقلال في مهرجان يقيمه في البيال بعد ظهر اليوم أما التيار الوطني الحر فيحيي المناسبة بعشاء سنوي بحضور النائب الممدد له العماد ميشيل عون في فندق الحبتور سن الفيل أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي اي جون برانن ألا أحد منا لا روسيا ولا الولايات المتحدة ولا التحالف ضد داعش ولا دول المنطقة يريد انهيار الحكومة السورية والمؤسسات السياسية في دمشق لأن من شأن هذا الأمر يخلي الساحة للجماعات الإسلامية المتطرفة لسيما تنظيم داعش وأضاف أن عناصر متطرفة بينها داعش وناشطون سابقون في تنظيم القاعدة هم في مرحلة الصعود في بعض مناطق سوريا حاليا قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الأجنبي الذي ساعد ثلاث شابات بريطانيات على الاتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية عميل سوري يعمل لحساب واحدة من دول التحالف الدولي ضد التنظيم وقال أوغلو إن الشخص الذي أوقفناه يعمل لحساب جهاز استخبارات لبلد في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وأضاف أن الشخص من الجنسية السورية من دون أن يعطي أي تفاصيل وكان أوغلو قد أعلن أمس عن اعتقال أجنبي في جهاز استخبارات إحدى دول التحالف ساعد ثلاث شابات بريطانيات على الاتحاق بداعش في سوريا أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي إنه من المتوقع يرفع الاتفاق الشامل بشأن برنامج إيران النووي إلى مجلس الأمن للمصادقة عليه وذلك في حال التوصل إليه وأضافت ساكي في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تعتبر طبيعية نظرا لأن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن هم الذين تفاوضوا مع إيران بشأن هذا الاتفاق وأكدت ساكي أن توقيته وعملية رفع العقوبات عن إيران لم تتحدد بعد مشيرة إلى أن العقوبات جرى فرضها على إيران من خلال قرارات لمجلس الأمن وبالتالي الأمر يتطلب إجراء لرفعها إلا أن توقيته وسبل تحقيق ذلك لم تتحدد بعد يتوصل مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ ويبدأ اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة تسلط الضوء على خطة مصر للإصلاح الاقتصادي ويتحدث فيها رئيس الوزراء إبراهيم محلب ومحافظ البنك المركزي المصري هشام رامز ووزير التخطيط أشرف العربي ووزير المال هاني قدري وتلي ذلك سلسلة من الجلسات يتحدث فيها مسؤولون وخبراء وباحثون اقتصاديون عرب وأجانب وكانت مصر قد حصلت على مساعدات وودائع واستثمارات تزيد عن 12 مليار دولار في اليوم الأول للمؤتمر من كل من الكويت والسعودية والإمارات أعلن مسؤول في الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس السابق لجزر المالديف محمد نشيد أنه عقب بالسجن لمدة 13 عاماً بعد إدانته باتهامات إرهابية وترجع القضية إلى عام 2012 عندما كان يتولى نشيد منصب الرئيس في جزر المالديف وأمر باعتقال قاد وقال نشيد أنه أجبر على الاستقال تحت تهديد السلاح بسبب نزاع قضائي عام 2012 لفت البابا فرانسيس إلى أنه يشعر بأن أمامه في منصب رأس الكنيسة الكاثوليكية مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أخرى وأوضح في مقابلة تليفزيونية مع قناة مكسيكية أن لديه شعوراً بأن فترته ستكون قصيرة قائلاً لقد مر عمان ولدي شعور بأن الرب قد وضعني لهنا لفترة قصيرة وألمح الحبر الأعظم إلى إمكانية تقاعده من البابوية كما فعل سلفه البابا بنيديكتوس السادس عشر عام 2013 مؤكداً أنه كان ضد تحديد سن ثابت هو الثمانين لتقاعد البابوات معرباً عن تأييده لما فعله البابا بنيديكتوس ختام الموجز عودة إلى كاترين وضيفها شكراً كريستين رحب فيكم من جديد مشاهدينا ورحب أيضاً من جديد بضيفي دكتور توفيئ هنديا سياسياً لبناني سباح الخير سباح خير سباح خير أعلى سباح خير أعلى منذ عشر سنوات في مثل هذا اليوم كان لبنان يشهد على انتفاضة الاستقلال على ثورة الأرض وكان هذا اليوم الكبير والمهم في تاريخ لبنان أعقب اختير الرئيس رفيق الحريري أعقب أيضاً ثورة أو تظاهرة 8 أذار وأعقبه من بعد 14 أذار شهد لبنان على انسحاب السوري منه أيضاً دخلنا في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان مرحلة اغتيالات ومثالها من محطات أساسية ومهمة اليوم بعد عشر سنوات ماذا بقي من روح 14 أذار يعني خليه أول شيء 14 أذار هي تاريخ يعني وتاريخ مهم ومفصل إنما الحركة الاستقلالية والسيادية بالبلد يعني هي من قبل 14 أذار وصلت إلى نقطة الزروة بـ 14 أذار حيث نزل أكتر من مليون شخص لبناني على أربع ملايين يعني شغلة كتير كبيرة من كل الطواقف من كل المذاهب وشفنا نحن بفرنسا أنه لما صارت المظاهرات أنه طلع لهم بكل فرنسا شيء مليون وشوي على شيء 65 مليون أعتبروها شيء عظيم جداً أنه شيء مظاهرة فزيعة بقى شونا نقول نحن يعني أنت عم بتقولي أنه في 25% من الشعب اللبناني نزل يتظهر يعني هاللي قاعد كمان من أولاد والشيوخ وهذا قاعدين بالبلاد بالبيت يعني هاللي أغلبية كبيرة نزلت حتى تقول لا للوجود السوري أو الاحتلال السوري ما بدنا نسميه أو للسيطرة السورية في لبنان وكان نتيجتها هي خروج الجيش السوري من لبنان هذا أنا أفتكر الإنجاز الرئيسي يلي حصلت ويلي عملته 14 أزار من بعد ذلك صار في سلسلة تراجعات أنا برأيي بالخاص أنه صار في عدة أخطاء ومن أخطاء تكتيكية صغيرة إنما أخطاء يعني خلينا نقول استراتيجية ومهمة جعلت بأنه هالحركة هايدي الاستقلالية اللي اندفعت بشكل كتير أو بشكل سلمي يعني ما حدا كان يعني عم بيطرح قصة السلاح وهذا تعسرت إلى حد بعيد ووصلنا نحنا للوضع يلي نحنا وصلنا له بعد عشر سنوات بالتأكيد هناك ضرورة لاستمرار روحية 14 أزار ضرورة لاستمرار هذه الهدفية أو هذه المسلمات الأساسية نعم خلينا نحكي هنا عن الإخفاقات التي تحدثت عنها دكتور تفي خصوصا وأنه الفرق واضح بين 14 أزار 2015 و14 أزار 2015 أولا من حيث المكونات السياسية صار فيه انسحابات لقوى أساسية أبرز جملة وحتى النائب ميشيل عون يعني الجنرال عون كان في صلب 14 أزار كمان أصار فيه يعني هذا الخروف بعدنا النائب جونبلاط في مرحلة لاحقة يعني هيدا من حيث التكوين السياسي حتى منشوف أن الخلافات مستمرة بشكل كبير التباينات مستمرة ودائما يحاول أفريقاء هذه القوى أن يبرروا هذه التباينات بأنه نحن لسنا حزبا واحدا وهذا مصدرنا لـ 14 أزار ولكن فعليا هذا الأمر أدى إلى تراجع 14 أزار إلى تراجع دورة وإلى تراجع وهجة حتى عند جمهورة نفسه أبرز الإخفاقات التي منيت بها 14 أزار خلينا نقول التعاطي مع 15-59 15-59 ما كان فقط أنه الانسحاب السوري من لبنان كان فيه أيضا بند آخر يلي هو حل الميليشيات أو تسليم الميليشيات السلاحة للدولة كان يستهدف عمليا حزب الله بشكل أساسي بالتأكيد أنه هذا البند هو بند من اتفاق الطائف وما فيه يعني إذا يعني هو أكيد إن شاف أنه يستهدف حزب الله وعمليا يعني هو حزب الله هو الطرف الوحيد المسلح خارج إطار الدولة هلأ نسميه ميليشيا نسميه مقاومي ما بهم بس أنه بالمفهوم الذي انطرح أنه نعم كل الكوة المسلحة يلي هي خارج الدولة مفروض تسلم سلاحها للدولة وهذا أيضا روحية اتفاق الطائف يعني هذا ما إجاب أنت من بره هذا التعاطي بلش يعني من أياره من نيسان 2005 التعاطي معه بشكل خاطئ وشفنا استاذ وليد جنبلاط عم بيجول من عاصمة إلى أخرى حتى يقول شغلي أنه هايدي قضية سلاح الميليشيات هو كنت قربه وصوبه هايدي نحنا كالبنانيين بدنا نتعاطى فيها وبدنا نحلها وقدرين نحلها وعملين وقصة هيدا أنا بتصور كان أول يعني خطأ استراتيجي ارتكبته 14 أزار لأنه كان فيه مومنتوم بالمنطقة وفيه أرار دولي بهذه المسألة وهني راحوا ألولون لهالأرار الدولي هيدا أنه لأ خلوا هايدي نحنا قادرين نقوم فيها لأنه هايدي القضية إلى علاقات بالتركيب اللبناني بعلاقة الطواقف بين بعضا كملت هالمسألة بقضية كمان خطرة يلي هي التحالف الرباعي لما عملوا هالتحالف الرباعي هيدا كان فيه استثناء بشكل واضح لميشيل عون منذكر وقته كلامه لاستاذ وليد أنه تسونامي وما تسونامي وحكي وأيضا للأسف فيني أقول أنه حتى داخل قرنت شهوان قسم كبير من القوى يعني كانت متوجسة من عودة ميشيل عون وعم بتحاول تمشي وتتماشى مع فكرة التسونامي وأنه يصير فيه يعني اتفاق هذه القوى مع جنبلات والحريري أو قطيار المستقبل لاستثناء عون لأنه لاحت بالأفق الانتخابات وهالانتخابات معناتها إعادة إنتاج سلطة معناتها قدي بده يكون عندي نواب قدي بده يكون عندي وزراء هيدا يلي بده يعمل رئيس جمهوري والتاني والتالي دخلوا بهذه يعني هذه الشهية للسلطة قدت بالفعل إلى المشي بشكل معين يعني بالتفاعل مع قضية فكرة التسونامي تبع ولي جنبلاتي اللي عم بيفكرها بغير طريقة قضية الاتفاق الرباعي كان يعني فكرة أنه أنه هلأ نحن ما بدنا أن نخربت العلاقات بين الشيعة وباقي المكونات كمانا هون عم تضع بإطار الخطأ بوقت أنه كتار كانوا بيشوفوها بوقتها حفاظا على السلم الأهلي يعني كان الوضع كتير دقيق سواء ما يتعلق بالـ 15-59 أو ما يتعلق بالتحالف الرباعي ما كان بالإمكان الاستمرار بهذه الموجة لأنه كان في موضوع السلم الأهلي على المحك نعم أنا ما بتصور هيك وبعدنا لعلق كل ما يطرح هذا الموضوع يعود السلم الأهلي ويكون بالواجهة وبالمرسط هذا رأيي ولكن إذن أنت بتتذكري بوقتها كل المنطقة كانت بغليان حتى أنه الجيش السوري خرج والأطراف اللي متحالفة معه في لبنان يعني كانت بحالة صعبة وعمله 8 أزار وإجت ما هيكي 14 أزار بشكل يعني هائل أكيد ما حدا نطارح أنه يعني سلاح حزب الله يتعالج بالقوة بالتأكيد بشكل مطلوب يعني أكيد مش هيدا المطلوب ولكن هيدا هالذهاب إلى الاتفاق الرباعي كان بما ثابت ما هيك وأخذ القصة على عاتق 14 أزار أنه هي بتقدير هيدا كان يعني خطأ استاتيجي أدى بما أدى إليه إلى الاختيالات لا ليه الاختيالات لأنه لما أنت دخلت باتفاق رباعي ومن ثم عملت حكومة ما هيك فيها ما هيك وقت الرئيس إمي الله حود فيها حزب الله فيها أمل فيها كذا ما عدت تقدري تستكملي الشيء الآخر يلي مفترض أنه تعملي وهي إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية يعني في ثورة غير مكتملة في ثورة توقفت في ثورة دخلت بعملية مفاوضات تحت ستار قال أنه الحفاظ على السلم الأهلي الحفاظ على الطواقف هل كان فيه إمكانية يصير فيه؟ أكيد ما حدا يريد أن يحزل الطائفة الشيعية كان فيه إمكانية نعم لخلق طيار شيعي ثالث يعني وتعاطي معه كان وقتها إذا متذكري بهذه الفترة هذا الكلام ما هو واقعي كمان لأنه ما فيك اليوم ما تعتبر أنه حزب الله وحركة أمل هم يمثلون الجزء الأكبر من الشيع لما اليوم بدك تعزل حزب الله وتعزل حركة أمل وتخلق طيار شيعي قد لا يمثل نسبة مهمة من هذه الطائفة لا خليني أقول أنه ما كانت قضية عزل هذه ما بتتصور أنه هذه قضية عزل فيه طرف ما هيك يلي هو حزب الله يلي هو طرف مسلح يلي هو طرف حليف عضوي مع إيران يعني هو جزء لا يتهزأ من إيران وحليفه السراتيجي هو النظام السوري يلي راح بتجي أنت بترجعي بتدخلي بحكومة بحكومة بوقت كتير دقيق أنه أنت يعني بدك ترجعي تطلعي إلى تغيير الوضع بالدولة بشكل أنه كل التوجهات اللي موجودة بالأجهزة الأمنية لأنه هون السلطة السلطة الأجهزة الأمنية والجيش وكل هايدي طيب أنت شو عملتين صرت قاعدة ما عنا على طاولة وحدة من أهم أيضا النتائج لهالمسألة هي عزل أحد أطراف أساسية في الجبهة أو القوى السيادي الاستقلالية هو يومي شارعون طيار الوطني الحرب كانت النتيجة بالألفين وستة ورقة التفاهم نتيجة لا خلينا نبلش من هون أبلش هوني نعزل نعزل ميشيل عون نحط يعني بطرف أنه لا هيدا تسونامي وأساس ومدرشو صار ميشيل عون باندينغ صار يعني لا هيك ولا هيك صارت الانتخابات ونتيجة الأخطاء طلع وقته ميشيل عون ما هيك بسبعين بالمئة من أصوات المسيحيين وبالتالي هذا الإداء الخاطئ يلي صار وصل إلى قوة صارت بالفعل الأساسية بالبرلمان وهالكوة هذه لن موجودة حتى على طاولة الحكومة يعني هذه قوة صارت لوحدة هيدا من ناحية التوازن الكوة بين إذا بدك الكوة السيادية أو ما يسمى سيادية حتى ما ندخل بالتسميات وهيدا والكوة الغير سيادية اللي هي مرتبطة صار في عندك طرف يعني شجزء أساسي من هالكوة السيادية صار براتة هلأ ما صار ضدها ضلت القصة بمرحلة لحد ما هيك ما تمت قضية موقع التفاهم وهون أنا بشكل خاص وقته جربت وأحييت نوع من مبادرة لإعادة ردم الهوة بين الطيار الوطني الحر و14 أزار بمفاوضات بينه وبين طيار المستقبل وبتفويد كامل وكان يلي عينوا وقته بوقته من طيار المستقبل الشهيد محمد شطح وكان من جهة طيار الوطني الحر جبران بسيل هولي يلي فيه مفاوضات خلال كل فترة شهر كانون الثاني 2006 وكان بنفس الوقت هناك مفاوضات عم تجري بين عون وحزب الله فكان يعني فيه نوع من سباك بس ما حدا نعارف بهالمسار هيدا فنحن عم نقوله بشكل واضح نعم كان فيه ووصلت الأمور إلى وقته نهار الأحد وبعدين الدخول الإسلامي على الأشرافية بخمسة شباط صارت دخول بشتة شباط وقعت ورقية التفاك هاكل حال من بعده يعني كمان رجع صار عدة إخفاقات أخرى عدة تباعدات ومحوالات حتى لرقب الصدع بين العماد عون وبقية أفريقا 14 أذار وبعدنا لهلأ يعني عم نشوف لما نحكي اليوم عن هورات وعنه يعني في كمان نتيجة يعني هذا التباعد اللي حصل من 2005 بس هيدا 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 شغلي أساسي شفتي يعني هولي هولي أضعفه أربعة نتيجة شو صار اختيالات على حيلة والنتيجة هي قصة شعبة المعلومات يعني لما ما قدرتي أنت ترجعي تهيكلي وتزبتي التوجهات تبع الأجهزة الأمنية شو التجأتي لشغلي هي اللي شعبة المعلومات وكبرت شعبة المعلومات وقويت وشكلت نوع من حماية لقوة أربعة عشر أذار وبلش سراع الأجهزة يعني يعني كان موجود ولكن صار يزيد وبعدنا خرج النائب وليد جمبلات نعم بسالة هوني كمان بفروج دولة وكانت الضربة القاضية لهذه القوة هلأ خروج وليد جمبلات هي نتيجة كمان هوني يعني إذا بدنا نروح على الأخطاء المتمادية كمان نذكر يعني أنه سبعة أيار ما هيك كان في خمسة أيار والقرارات المتسرعة والكبيرة في حين أنه يعني حزب الله يعني ناطر ومحضر حاله وهذا وعمله وصار فيه تغيير بميزان القوة على الأرض بس قبل ذلك كمان حزب الله بالألفين وستة بالحرب يلي صارت بتموز كمان هايدي قدت إلى خلط الأوراق وقدت إلى إضعاف أكتر الطيار الاستقلالي وهيدي أنه لو عرفت مش مظبوط أنا مفتكير عرف وعارف شو عم بيعمل ودخلنا تماما بهذه الحرب أكيد من جهة إسرائيل كمان فيه كان يعني كلهم مدفوعين يواجهوا بعضهم وعملوا هالمواجهة هالمواجهة تلعت لصالح حزب الله وبالتالي أيضا هون كمان يعني صار فيه يعني تعسر بهذه المسيرة بقى هايدي إذا بدك الأخطاء يعني هون كان من مصلحة قوة 14 أذار أن تفوز إسرائيل في الحرب وأن يخسر الحزب كيف؟ هل كان هون بهالمعنى لا هي مصلحة كان من مصلحة 14 أذار أن يخسر الحزب وتفوز إسرائيل في الحرب شوفي دخليني هون وضح موقف كمان هون أنه القضية مش أنه يا هيدا يا هيدا هي القضية بأنه لبنان كلبنان ليس لديه مصلحة في أن يكون راس رمح ما هيك ليه للحرب مع إسرائيل هو ضد إسرائيل ولكن دوره كراس رمح لا بالتأكيد لا عملية تراكم الأسلحة بيد حزب الله يلي هي خارجة عن قرار الدولي هيدا ما ناتا هيدا قرار بإيد إيران خيان أولى واليوم ما هيك مش من يومين ثلاثة أو أربعة بيصرح المستشار تبع روحاني بأنه نفي لهذا الخطاب ما هو عمليا هلأ فيه ينفو بس هيدا ما بيمنع بأنه هذه حقيقة وحقيقة الأمور أنه عم بيتمددوا عم بيتمددوا من العراق وهلأ الشيء اللي عم بيخضوه هناك أنا متوجس من ما يساوها يحصل إذا عم نحكي بالتصريحات كمان بوقتها كان عدوان إسرائيلي على لبنان بدليل كمان مقالته وزير الخارجية الأمريكية بوقتها أنه هيدا بداية الشرق الأوسط الجديد يعني وهيدا شيء وكان الأمر بإيد الحزب أنه الحزب هو الذي فتعله وإنما كان عدوان وكان مخطط كبير أكبر من لبنان عدوان كسلاح كسلاح موجود خارج الدولي وخارج أرار الدولي هو استدراج لهيك حروب خلينا نميز بين العداء لإسرائيل وموقع لبنان من هالعداء بإسرائيل فبالتأكيد أنه هذا المنظور الإسرائيلي تجاه لبنان أنه نعم إيران هي على حدود إسرائيل هي على حدود إسرائيل وهلأ يحيي على الحدود كمان إسرائيل من جهة الجولان هذه تطور جديد كمان فبالتالي هل لبنان له مصلحة بهذه المسألة نحن نقول لا سأتابع معك دكتور طفي خصوصا أنه بعد فيه أخفاقات كثيرة بالسنوات الأخيرة حتى يعني من بعد عدة مصلاحات حصلت من أحكي كمان عن خيبة أمل جمهور 14 أذار بأكثر من محطة بها العشر سنوات ولكن قبل ما تابع معي مباشرة عبر الهاتف شقيقة الشهيد الملازم جورج بوصعب الملازم أول في الجيش اللبناني والذي استشهد في أحداث عبر السيدة جمانة بوصعب هي معنا مباشرة لتعطينا مزيد من المعلومات حول تحرك أو اعتصام ينظم غدا في ساحة الشهداء للمطالبة بحق أولئ الشهداء بالوصول إلى الحقيقة وبمحاسبة كل من كان مسؤولا عن استشهادهم صباح الخير سيد جمانة صباح الخير كاترين أهلا وسهلا فيك بداية ماذا عن هذا التحرك شكله والمشاركين فيه ورعاته هيدا التحرك هو رد يتفعل على الحديث عن تسوية مثل يطلع قد المشاكل يفلط الملعقة فنحن تحتى نقلهم أنه مزرد الحديث عن التسوية شيء منه مقبول قررنا أنه بكرة ننزل على تحت الشهداء نشمع وأهالي شهداء عبره وأهالي شهداء الجيش كلهم وتحتى نقلهم أنه ممنوع تفكروا بهذا الاحتمال نعم أنتوا قبل ما قررتوا تعملوا هذا التحرك هل تحريتم حول حقيقتين الكلام عن تسوية في هذا الموضوع خصوة أنه قيادة الجيش نفت أن تكون في أي وارد تسوية بهذا الإطار نحن رد يتفعلنا هي عن مزرد الحديث هو تحذير أنه قوعد كتو فيها للشغل لأنه ما رح نقبل ما رح تنرؤها المرة بس ما جربتوا تتواصلوا مع حدا معنى بهذه القضية ما حدا معنى ما حدا معنى ما حدا معنى غسية بزيزة العثة قضية السكوت عن الموضوع وعدم أصدار مواقف رسمية بيعني مضع رسل يعني وحتى لو صدر نحن حقهم أهالي شهداء عبروا بالصوت العالي أنه ما فيكن حتى تفكروا بهذا الموضوع بذكير ما فيكن مطروح أساسا يعني هذا رح يكون غدا عنوان عنوان تحربكم رح يكون غدا أنه لا لأي تسوية في قضية أحداث عبره التحرك إذن يشارك فيه بكث بأحداث عبره بحيال لدن سهيد ممنوع بأي تسوية نعم مشاركين كل أهالي الشهداء يلي سقطوا بأحداث عبره رح يكونوا نحن نحن نعم نحن توصلنا مع كل العيال ونصلى الكل بيكونوا معنا وحتى دعاينا عبر الوسائل يعني العالمية أهالي شهداء جزيز كلهم خاصة تم شهداء نهر البارد وشهداء عرساد وشهداء ترابوس كلهم يكونوا معنا تحت وذكر الهوى بس لألهم هنه الساعة 11 مباشرة من ساحة الشهداء نعم شكرا لألك جموانا نحن نأمل أنه ما يروح دم شهداء الجيش هدرا وفعلا أنه يتحسب كل من يجب أن يحاسب فيه هذا الموضوع أهلا وسهلا فيك من جديد عندك شيء تعليق دكتور كوفي خصوصا الكلام عن تسوية عم يزداد حول قضية الفنان فضل شاكر أنا بتصور أنه كل واحد عمل شغلي بده يعني شوف كيف بده يتعاقب علي إذا بالفعل هو خاطئ ودخل فيه بشكل فعلي هلا مثل ما فهمت أنا هو عم بينفي أنه سوي في حكم الإعدام بحقه وبحق أحمد الأسير مع أشخاص آخرين يعني أنا الحقيقة مع الجيش شو ما بيكون ودد أي طرف يعني بده يعتدي على الجيش من أي طرف إجابي نعم أبما نتابع معك دكتور توفي صار وقت تتوقف مع كريستين وجولتها اليومية على أبرز مورد في الصحف ومن بعد أبما نتابع تفضل كريستين شكرا كاترين مشاهدين رح نبدأ الجولة اليوم مع صحيفة السفير التي توقفت مطولا عند تفجير خلية الأزمة في دمشق كما عنوان الزميل محمد بلوت في صحيفة السفير يقول مصدر فرنسي مطلع أن قسم مكافحة الإرهاب في المخابرات الأمريكية هو الذي تولى منذ بداية عام 2012 التحضير للعملية بعدما أعطى الرئيس الأمريكي باراك أوباما موافقته لجون برانن كبير مستشاري مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض ويقول المسؤول الفرنسي الأمني السابق كنا نعلم في تلك الفترة أنهم يحضرون لعملية كبيرة في سوريا كانوا يعملون على خلق حالة إرباك كبيرة في قلب دائرة القرار السورية وكان لكرة السلج أن تتتحرج من الانفجار إلى الهجوم على العاصمة من خلال منافذها الجنوبية لكي ينتشر الدعر في صفوف الجيش وتتفكك الأجهزة الأمنية كان الأمريكيون يعتقدون مثلنا بحظوظ منافط لاس للصعود محل الأسد فيما كان لوران فابيوس يعينه سريعا لرئاسة الجمهورية لكنهم لم يكشفوا له خطتهم وكان دور الأجهزة الفرنسية هو إخراجه من سوريا عبر لبنان فحسب وكان أوباما على علم بالعملية لكن لم تصل إلى مسامعه كل التفاصيل يقول محمد بلوت إن الإعداد بدأ عن طريق مسؤول أمني لبناني سابق كان الرجل قد ساعد الأمريكيين في الأيام الأولى للأزمة السورية وكانت الأسلحة الآتية من تركيا وليبيا تعبر من مرفأ طرابلس في لبنان ومنها إلى حمص تحت أنظار مرؤوسيه وبرعايتهم من دون أن يتحرك أحد لوقفها ويقول المسؤول أن صفقات أسلحة عقدت باسم جهات رسمية لبنانية وكانت جهات أمنية لبنانية تعمل منذ عام 2006 على إنشاء شبكة لها في سوريا بالتفاهم مع المخابرات الأمريكية والسعودية وبالتنسيق معها كانت الشبكة قد توصلت مبكرا إلى الاتصال بأحد مرافقي رئيس مكتب الأمن القومي هشام باختيار وكان الرجل يملك موافقة أمنية مفتوحة تخوله الدخول إلى المقر متجاوزا إجراءات المراقبة والتفتيش المعتادة وخلال أسابيع كانت الشبكة قد نقلت إلى مضايا أو نقلت عبر الزبدان أقراص صفور شديدة الانفجار كما نقلت أجهزة التفجير عن بعد وتدريجيا كان المرافق يقوم بإدخالها إلى مقر مكتب الأمن القومي فيما تولت جهة أمنية لبنانية التنسيق بينه وبين مقر العملية والمتابعة في أنطاقيا التركية من هذه المعلومات الأمنية التي كشفتها اليوم صحيفة السفير ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط أوضحت جهات لبنانية مقربة من حزب الله أن ترحيل اللبنانيين من الإمارات يندرج ضمن إطار السعي لممارسة ضغوط معينة على الشيعة وحزب الله بعد التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا والعراق وأكدت هذه الجهات أن 30 شخصا من الذين جرى ترحيلهم لا علاقة لهم بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد مستبعدة أن يصار إلى ترحيل اللبنانيين آخرين من دول الخليج ورجحت أيجريا وكحد أقصى الامتناع عن أعطاء تأشيرات دخول لبعض اللبنانيين الشيعة إلى صحيفة النهار واخترنا لكم اليوم أسرار الآلهة نقل عن رئيس مجلس النواب وعده بتخفيف الإجراءات الأمنية في محيط ساحة النجمة لإعادة الحياة إلى المنطقة وفي السر الثاني في تقرير عن الخدمات الجيدة في المطارات لم يظهر اسم مطار بيروت في أول مئة مطار في العالم في السر الثالث قال مسؤول إلا تصعيد بعد اليوم لأهالي العسكريين المخطوفين حتى ولو هددوا من الجماعات الإرهابية مجددا وفي السر الرابع والأخير تردد أن نائبا دفع مبالغ مالية للدفاع الإعلامي عن أحد المديرين العامين إلى صحيفة الأخبار والخبر الذي تصدر الصفحة الأولى في خطوة لم يعلن عنها من قبل قررت الولايات المتحدة وفرنسا إنهاء خدمات سفيريها في بيروت ديفيد هيل وباتريس بولي قريبا وبينما رفضت مصادر مطلعة أعطاء أي بعد سياسي للخطوة دعت إلى انتظار الخطوات اللاحقة من جانب الحكومتين حتى يتبين ما إذا كان القرار يندرج في سياق سياسي أم أنه فقط عملية إدارية وأفيد بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما رشح هيل لشغل منصب سفير الولايات المتحدة الجديد في باكستان وبحسب المعلومات فأن عدم انتخاب رئيس جديد للبنان سيمنع الحكومة الأمريكية من تسمية سفير جديد في لبنان في الفترة الراهنة وتقرر أن يسمى الملحق السياسي الموجود حاليا في سفارة بيروت قائما بأعمال السفارة لحين تعيين سفير جديد مكانه أما من الجانب الفرنسي فقد أحيطت جهات لبنانية وعربية بقرار إنهاء خدمات السفير باولي على أن يصار خلال بضعة أسابيع إلى اتخاذ القرار في شأن البديل إلى صحيفة الحياة أكد ديبلوماسيون في مجلس الأمن أن المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا وصل إلى طريق مسدود في مسألة تجميد القتال في حلب ويتجه إلى طرح مقاربة جديدة وأشارت مصادر ديبلوماسية غربية إلى أنه كان مقررا أن يعلن ديمستورا ووزير الخارجية وليد المعلم خطوة أحدية بوقف القصف بالبراميل المتفجرة والأسلحة الثقيلة على حلب غير أنه جرت تريس بالأمر إلى حين تحديد مساحة المدينة التي سيتوقف فيها القصف وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة بات لديها الآن تصور واضح حول المساحة والأحياء الأربعين التي سيشملها وقف القصف في صحيفة الجمهورية اليوم تحقيق من موسكو بقلم عمر الصلح ازدياد أعداد الروس في صفوف داعش أكثر من أربعة ألاف مواطن روسي غالبيتهم من منطقة شمال الكوكاز يشاركون في المعارك العسكرية التي يخضها داعش في العراق والسوريا مصادر أمنية روسية تؤكد أن لدى السلطات الروسية قلقا بالغا من تزايد أعداد الروس الذين يقصدون المناطق الساخنة في الشرق الأوسط بذريعة الجهاد وأنها تمت ارتفاعا في نسبة استقطاب الراغبين بالاندمام إلى تلك المنظمة الإرهابية على رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها السلطات للحد من تلك الظاهرة المصادر التي تحدثت للجمهورية تعتبر أن هذه الظاهرة تشكل تحديا كبيرا لعمل أجهزة الأمن الروسية كافة وقد تشكل أزمة فعلية في المستقبل على أمن روسيا عند عودة هؤلاء المتطرفين إلى البلاد وتؤكد المصادر أن لدى جهاز مراقبة المخدرات الفيدرالي في البلاد معلومات مؤكدة مع بعض مصادر تمويل الجماعات الإرهابية من تجارة المخدرات في المناطق التي يسيطر عليها داعش وأن العمل يجري مع أجهزة أمنية أخرى في آسيا الوسطى والشرق الأوسط لمكافحتها به الظاهرة ودائما ربطا بداعش وأخبار هذا التنظيم ننتقل الآن إلى صحيفة تايمز البريطانية حلي وقطع معدنية وخزفية أثرية استولى عليها داعش وجدت طريقها إلى مشترين في الخليج عبر عصابات إجرامية وتجري عملية البيع غالبا من خلال مواقع إلكترونية كموقع إي باي التجارة في الأسار أضحت تدر أرباحا كبيرة للتنظيم إذ يعتقد أنه جنى منها ملايين الدولارات فخمسة من ستة مواقع أثرية على قائمة الإونسكو للتراث في سوريا نهبها مسلح التنظيم وبحسب أحد التقارير فأن كمية الأثار التي باتت مطروحة للبيع بعد الاستيلاء عليها في سوريا والعراق قد تسببت في انخفاض أسعار بعض قطعات سوق الأثار أو قطعات سوق الأثار وأضاف أن بيانات من هيئة الجمارك الأمريكية تظهر أن الأثار التي تصل إلى الولايات المتحدة من العراق والسوريا تضاعفت في الفترة بين عامي 2011 و2013 نختم الجولة مع كاريكاتور ستافرو جبرة من صحيفة البلد اليوم بذكرى 14 أدار يحمل المواطن اللبناني صورتين الصورة الأولى لساحة الشهداء في 14 أدار 2005 وصورة 14 أدار 2015 طبعا الصورة معبرة الصورة الأولى معبرة بجماهيرها أما الصورة الثانية ففارغة بطبيعة الحال بعد عشر سنوات على ثورة الأرز بكاريكاتور ستافرو جبرة من صحيفة البلد أختم الجولة فاصل قصير نتابع بعده الحدث مع كاترين وضيفها براحة فيكم الجديد مشاهدين وأتابع هذه الحلقة من برنامج الحدث مع ضيفي دكتور توفيق هندي دكتور توفيق استعرضنا بعض الأخفاقات أو أبرزها من 2005 إلى 2007 تقريبا ولكن فيه أخفاقات كمانا هلأ أخيرة شكلت نوع من عتب عن جمهور 14 أدار على السياسيين في هذه القوة حتى نوع من خيبة أمل بدءا من زيارة الرئيس سعد الحريري الشهيرة إلى سوريا من بعد الاتهامات السياسية التي كانت موجهة إلى سوريا بعدين حتى هلأ وصولا إلى الحوار القائم حاليا بين حزب الله وتيار المستقبل يعني أيضا يقال أنه هو بعكس إرادة جمهور تيار المستقبل وأنه أيضا يوضع في إطار هذه التراجعات هذه التراجعات هل هي أخفاقات أم هي نوع من تصحيح لما صار خاطئ ربما اتبعه هؤلاء السياسيون أو لتسرع في أكثر من محطة في توجيه اتهامات يسارا ويمينا وهلأ عم بيصير في نوع من تصحيح بإطار الواقعية السياسية التي تفرض محاورة الجميع والانفتاح على الجميع أنا أفتكرك هاي دي كلها قضية ميزان قوة لما واحد بيكون بميزان قوة محدد بده يضطر أنه يدخل بعمليات مش بتصحيح يعني أخطاء إذا بدك بالسياسي أو بالإداء أنا ما بتصور هيك يعني مطروح الأمور في موازين قوة هالموازين القوة اليوم عم تفرض على قوة 14 أزار أنه تدخل بحكومة وحدة مع حزب الله وأيضا كمان حزب الله مضطر أنه يدخل بس كانت هالموازين لما كانت سقف عالي جدا سقف الخطاب السياسي والأعلامي باتجاه هذا الفريق الآخر إلى حد اتهاموا باغتيالات وبمسؤولية عن قتل أنا برأيي ما حدا موقف الاتهامات يعني بس ما عم بيحكوا فيها بس أنه هل أنه بريء حزب الله من كل الشيء اللي عم بيصير لا أنا بتصور أنه فيه تهدئة بالخطاب نتيجة موازين قوة نتيجة الأوضاع الخطيرة في المنطقة ويلي يعني الصراعات عم بتكون بين الأطراف الإسلامية الجهادية المتناحرة وبالتالي عم بتوضع كل كوى الاعتدال بالمنطقة وبلبنان على يعني بحالة صعبة يعني ما يحدد يحدد مسارات في المنطقة هي هذا الصراع يعني بين الجمهورية والدولة يعني جمهورية الإسلامية الإيرانية والدولة الإسلامية على طريق الداعش يعني اللي هي منها دولة إسلامية خلافية يعني خلافة من خلافة ها المسألة هادي عم بتقوي الطرفين عم بتقوي الجمهورية الإسلامية من جهة وعم بتقوي داعش من محل تاني على حساب الاعتدال وبالتأكيد بهيك وضع مفروض واحد يكون يعني يتحلى بالحكمة وبالروية وبأنه هلأ بالفعل موازين كواة عم تفرط حالها وانطلعا من هون فيها هذا الحال التساكني ولكن الحال التساكني بس هذه الحالة التساكنية كما عم تصفها ما فيها فريق أقوى من الأخير بلا أكيد اليوم أنا بقول لا في فريق اليوم مضع رهانات معينة أو كان ينتظر تحولات كبرى معينة لم تحصل وإذ بهي يخضع بالنهاية للواقعية ويذهب إلى هذا الحمار هادي مش قصية أنه رهانات في قضية أساسية حاصلة بالمنطقة أو صارت جلية واضحة وأكتر شيء هي توجه أمريكا أوباما أوباما ذاهب إلى تحالف مع إيران وهذا عم يجعل أنه عم يعطي قوة للشيطان الأكبر بنظر إيران يلي هي بعدها عم تشتغل على طريقته ولكن عم تستفيد بشكل فعلي من هذا التوجه الأمريكي هلأ نلاقي أنه إيران عم تتمدد بالعراق يعني بغض نظره بتوافق ضمني مع الأمريكان ومشوف نفس الشيء عم بيصير بسوريا وباليمن وباليمن وبفلسطين حتى يعني عم تمتد إيران عم ترجع تعيد امتدادها لأنه هي خسرته بمرحلة أو خسرت قصة منه ولأ عم ترجع تتنشط هناك وبالخليج يعني بحرين وغير بحرين وبالتالي بتشوفي أنه بالفعل هذه يعني إيران وبلبنان نسينا لبنان لبنان حزب الله نعم حزب الله جزء عضوي من الجمهورية الإسلامية إذن اليوم إيران هي اللاعب الأكبر والأكثر تأثيرا في ملسط لبناني إيران هي الطاحشي أكتر شيء ولكن بنفس الوقت خلينا ننطلع بوائعية على الأمر إيران عم تفتح أو فتح معارك وانتدادات وعم بتحارب على كافة هذه الجبهات ولكن ما عم تقدر تحسم لحد يتهلأ بأي موقع من كل هذه المواقع يعني بعد القضية غير حاسمة ولكن متى وقع الاتفاق نهائيا وربما شمل عم بحكي مع الأمريكيين وربما سيشمل موضوع نفوذ إيران في المنطقة وحجمه أنا برأيي يوقع الاتفاق يوقع الاتفاق أو لم يوقع أنا بفتكر أوباما مستمر في هذه السياسي المنتهجة وأصلا يلي ينبلشها على حد المعلومات التبينة قبل ما يصير رئيس يعني ينبلش المفاوضة مع إيران قبل ما يصير رئيس أكيد إيران تأمل بأنه أنه هي الدور الأمريكاني بالمنطقة يعني مش لازم يكون موجود يعني أنه الدور الأمريكاني حليف إيران وبنفس الوقت على الطاولة طبع شر الأوسط في تركيا في سعودية في مصر في كل الدول والشيف دوركاسترا رئيس الأوركاسترا هو الأمريكاني هاي للنظرة الأمريكية مع يعني تحالف ودي أو تعاطي كتير ودي مع إيران وإرادي بأنه إيران يكون عندها وضع إيران تقول أنه هيدا شافت أوركاست مش ضروري هو يكون نحن بنعملها هايدي ما فيه ضرورة دول المنطقة هي بتشوف يعني كيف بترتب أمورها بدون هذه المشاركة الأمريكية وهي دي يلي للأسف لحديث هلأ يعني أوباما مش شايفة ولا رح يشوفها ولا بده يشوفها على كل حال إيران يعني تمكنت من تحقيق كل هذه الإنجازات اللي حكيت عنها نعم بفعل الغياب العربي لو لم يكن هناك غياب عربي يعني خلينا كمان لما تمكنت إيران من الدخول على خط كل هذه الملفات من فلسطين إلى العمل بالتأكيد أنه هناك ضعف عربي وهناك إذا بدك إرهاصات وثورات وتغيرات واهتزازات وعدم استقرار بعدد كبير من البلدان العربية بشكل أنه النظام العربي يعني الموحد ما قاد يعني مثل قبل وكل واحد عنده أولويات مختلفة ولكن عم بيجربوا يرجعوا يلقطوا بعض ونشوف شو دون يعملوا وإنهني بحالة يعني مخاض كتير كبير وكتير صعب ومن ناحية تانية أنا أفتكر سياسة أمريكا وهيدي شيء رئيسي لأنه كل العالم تتبع سياسة أمريكا بالمنطقة ودوليا وكذا هايدي بس هايدي ما رح تستمر كتير هايدي في عندها أقل من سنتين بعد بعدين رح ي هم تحكي عن نهاية ويرية مبالا أكيد أكيد بعدين بده يصير في أمريكا أخرى وبالتالي هل أنه بهال فترة السنتين شو رح يحدث قديش إيران رح تقدر تتمدد وتسبت تمددها بالمنطقة في رهان من إيران أنه قادرة وفي رهانات أخرى بتقول لا بالعودة للموضوع الكننا عم نحكي فيه إذن 14 أذار خضعت لموازين قوة بمعنى هذا ما اليوم يبرر الحوار القائم بين حزبنا وطيار المستقبل هذا ما برر حتى في فترة سابقة ذهب الرئيس سعد الحريري إلى إلى السورية في زيارته الشهيرة إلى هناك ولكن هذه الموازين القوة تجعل 14 أذار ضعيفة يعني بعد فينا نقول أنه في 14 أذار بعد قضوعة لموازين قوة ليست في مصلحتها هلأ 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 هالأ هالك كمان قصة وقت يعني هي فيه مصار بهالمصار فيه لحظة بهاللحظة هالكوة 14 أذار إذن بدك موجودة ولكن ليست جسة جامدة عم بتجرب تتعطى مع هالأوضاع هالك بكرة الموازين تختلف بترجع الأحياء يعني أكتر بترجع الحياة أكتر لـ 14 أذار شاول تعمل ما يعرف بالمجلس الوطني. اليوم سيتم الأعلان. بس خليني 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 شوي هون يعني اتوقف على على قصة أنه 14 أزار. بدي أقول في فرق كبير بين 14 و 8 أزار من ناحية التركيبة. أنت تفضلتي وقلتي أنه كل واحد بيغني على الله وكل واحد عنده تنقضاته وعنده خطه. مزبوط. وهذا شيء مش صحي ومزبوط. ولكن الفرق بينه وبين 8 أزار. 8 أزار في طرف واحد. هو حزب الله. يلي هو أوي بشكل كتير كبير. إن كان عسكريا أمنيا سياسيا. بس كمان عم شوف في تبينات بأكتر من محطات. وإجمالا فارد حاله على البقية. بس بمحطات دخليني كبيري كمان عشفنا في تبينات كبيرة. هيدا 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 الحالي منا موجودة بـ 14 أزار. يعني في عندك طيار المستقبل. عندك قوات لبنانية. عندك حزب الكتائب. يعني الأحجام. ولو أنه منع قد بعضها. إنما فيه فيه أحجام إلى حد كبير يعني متقاربة. وبالتالي ما فيه طرف يفرد على الطرف. وبالأساس يعني فيه مشاكل يعني بعملية أنه كل واحد بيأخذ قرار. وآخر شي بيجرب يعني أنه يسوقه عند الآخر. يعني فيه عملية يمكن عطل معين أو أو خربطة. وفيه أكثر من مرشح لرئيسة الجمهورية. يعني هيدا يمكن أكتر شي كمانا. شو هيدي؟ أكثر من مرشح لرئيسة الجمهورية داخل 14 أزار. يعني هذا مزاد من التبايونات والوشف. هلأ هناك كمان بـ 8 أزار. منا قصة أنه فيه واحد. فيه واحد لأنه فيه ميشيل عون. يعني فيه شخص اسمه ميشيل عون. ميشيل عون. فارد حاله أنه أنا هون مرشح. ولن أتخلى عن ترشيحي. طيب وكلهم دعمينه بفريق. حتى النائم السيماني فراجيل. هو أيضا مرشح لرئيسة الجمهورية. ولنه هو أنا مرشح لرئيسة الجمهورية. دعمينه كلاميا. بدأ انتبه. أنا برأيي. وبرأيي وقلتها وبالدولة. حزب ألا مش داعم ميشيل عون. طيب خلينا هوني. بس لن أحكي بعد شيء موضوع رئيسة الجمهورية بالتفصيل. بس بدي أختم 14 أزار بالمجلس الوطني. يلي سيتم الإعلان عنه اليوم. ويلي حكى عنه كثيرا في الأسابيع الماضية. ومن زمان. ماذا يعني؟ كان في محاولات فشلت سابقا. هلأ يبدو سيقصر النور. وسيتم الإعلان عنه بالمؤتمر المركزي اليوم بعض الدول. شو أهمية هذا المجلس؟ وماذا يعني؟ هذه نوع من مشاركة أوسع. مش بالقرار. لأنه لا يكرر. المجلس الوطني لا يكرر. هو هيئة استشارية. وهالهيئة الاستشارية أيضا فيها الأحزاب. يعني مش أنه الأحزاب غيبة عنها. وبالتالي هايدي إذن بديك نوع من يعني محاولة لمشاركة معينة لأطراف كانتوا شوي بعيدة يعني عن أجواء 14 أزار السياسية. سياسية ولكن هي غير مقررة. وأنا ما بعطيها الحقيقة بهالمرحلة أهمية كبيرة أنه بذلك. كنش راح يغير بمسارك؟ ما راح تغير. أنا برأيي مش هوني القصة. يعني مش يعني ما أنا هايدي قضية. هلأ صار فيه اعتراضات كتيري بالمراحل السابقة خاصة من قبل الأحزاب. حسب الكتائب بشكل أساسي. وكلهم يعني تقريبا يعني. وهلأ مش الحال يعني راح تمشي هايدي القصة. هو الخوف لو تكون نوع من أمانة أمانة عامة تانية يعني الأربعة عامة. يعني إلى حد يعني. ومنعرف مشاكة الأمانة العامة يعني. هلأ هايدي كل كتشهروا بيجتمعوا وبيعطوا أراضي. ومش دور الدكتور فارس سعيد راح يكون. يعني أنا أنا الحقيقة. كيف سياتم أنت خير؟ جايد. جايد. جايد يعني تنعمل بس أنه أنه راح تشير الزير بالبير لا أكيد لا. يعني وأنه هي تحول تاريخي بحركة أربعة عشر أزار كمان لا. يعني هيدا نوع من يعني التقدم جد بسيط بمسار ومطالبة للمشاركة بشكل أو بأخير. ولكن ستبقى أربعة عشر أزار بشكل أساسي عمرة أو روحة متوقفة على التحولات الإقليمية والدولية. يعني أربعة عشر أزار مفروض الضل بالتوجهات سيادي واستقلال وحرية وديمقراطية واعتدال وعيش مشترك. كل هذا مفروض يبقى كروحة كأسس. إنما التعبير عنه هي كمان بالقدرات قديش عندك قوة حتى تقدري تعبري عن هذا المسأل. قدي بعد عندها جمهور كمان أيضا عمم. نعرف أنه الدعم الأساسي لهذه القوة كان جمهورة. إيه هلأ خليني أقول. ما عد في هذا الجمهور. ما عد في الحماسة ولا عد في النخوة ولا عد في النخوة. لما نزلوا بأربعة عشر أزار ما نزلوا حتى يدعموا هالقوة هايدي. هذه القوة كانت موجودة. هني نزلوا حتى يقولوا نحنا ما بدنا سوريا بلبنان. هاي دي نزلوا عليها غالبية العالم. بالتأكيد الأحزاب لعب الدورة بالحشد وهايدا. ولكن الغالبية اللي هي منة حزبية نزلت لهالسبب. هلأ أنه إذا فيه إمكانية أو فيه تطور معين بيسمح بذلك. بدها ترجع تحياء أربعة عشر أزار. أربعة عشر أزار ما ماتت. أربعة عشر أزار مفروض ضدال. وراح تكمل. ولكن هلأ هي بحالة يمكن منى الحالة القصوى. نعم. خليني أدخل على موضوع رئاسة الجمهورية. والشغور في هذه الرئاسة. يلي أصبح نوع من حالة عادية عم بيعيش فيها اللبنانيين. برئيس أو بلا رئيس. الأمور مستمرة. حتى أمور البلد مستمرة. رغم مشاكل الحكومة الحالية. وما بتعرف حول آلية وغير آلية. ولكن عيشين بلا رئيس للجمهورية. إلى متى سيبقى لبنان بلا رئيس برأيك؟ ومن المسؤول عن هذا الفراغ؟ خليني أقول أول شيء. هو بلا رئيس. وعمليا بلا دولي. لأنه حتى إذا تطلع على الحكومة. هلأ يعني ضلت مشلولة خلال فترة كبيرة. وهلأ رجعت شوية تشتغل. أما المجلس النيابي كمان ما بيقدر يشريع. إلا بالأضايا الضرورية. هلأ أنا بقول إلا أن يصير فيه انتخاب رئيس جمهورية. وهذا ممكن يصير. هلأ نحكي بأي حالة. وممكن ما يصير لمدة طويلة يعني. طول مجلس النيابي قدي بعد عنده شي سنتين. ممكن يضل هيك بها الحالة. من هون لسنتين. فبالتالي اللبنان بيقدر يعيش بلد دولة وبرهنة. ولكن أفضل يكون فيه حد أدنى من الدولة. وتفعيل حد أدنى للدولة بغياب رئيس الجمهورية. أنا ما بشاطر يعني. كتير من القوى المسيحية بالقول أنه ما لازم يصير فيه تشريع. بالتأكيد التشريع هو ضد الدستور. يعني هو منافي للدستور. ولكن أنت عملتوا تشريعه وشرعته وشرعته هالمجلس النيابي مرتين يعني. ما هيك بغياب. مديد للمجلس. بغياب الرئيس الجمهورية. وبالتالي يعني عملتوا. فأم أنه هلأ فيه أمور إدارية. فيه أمور حياتية معيشية اجتماعية اقتصادية. أنا برأيه رايحوا لبنان فيها هايدي. ما ليه خلي الحكومة تشتغل وخلي المجلس النيابي يشرع. أنه هذا التشريع يجعل البلد أكثر يعني اعتيادا على الفروق. ما رح يمنع من انتخاب رئيس جمهورية مسيحي ماروني. واليوم المشكلة أنا برأيي أو المفتاح تبعها القصة هي بالحوار بين عون وجعجع. أنت يعني تعول على هذا الحوار وعلى نتيجه. أنا خنوفي بالبداية كنت شايف أنه هذا حوار ما رح يوصل لنتيجه. أنا هلأ عم شوف أنه قد يصل إلى نتيجه. ما هي اللي خليك تعتقد أنه قد يصل إلى نتيجه. متبعتي لهالمسائل هايدي. وشفت أنه أنه لا ممكن أنه القصة توصل إلى خواتيم. ولكن بالتأكيد مش يعني هلأ بكرة. نعم الخواتيم بأي اتجاه. نعرف نحن أنه اليوم العماد عون غير مستعد للتراجع عن مسألة الترشح على الرئيس الجمهورية. لأسباب صارت معروفة. ونبيعتقد أنه هو الأكثر مؤهل لأن يكون رئيساً للجمهورية. ولأسباب أيضاً كثيرة. إذن نعرف كمان الدكتور جعجع. وبيعتبر حاله كمان هو من حق أن يترشح. وأنه كتير صعب. لبل يمكن قد نكون أقرب إلى المستحيل أن يقبل بالعماد عون رئيساً. أنا أفتكلم أن الدكتور جعجع عارف حاله أنه هو ما بيجي واحد. هو ما رح يجي. نتيجة الموازين القوة. نتيجة إن كانت سياسية برلمونية أو عسكرية أو أمنية أو فيتو إيراني أو هاللي بديك. أسباب متعددة بيعرف يعني. أفتكلم أنه دكتور جعجع منه. لكن هو دكتور جعجع بالمعادلة القائمة وبالحراكة اللي صار وحصل صار هو مفتاح كل قضية رئيسة الجمهورية. أكيد هذا الحوار القائم بين عون وجعجع مش بس على رئيسة الجمهورية. هو يتناول الماضي والمستقبل والأضايا المسيحية وغير المسيحية. لأنه يتناول كل هالأضايا صار مستبعد أكتر أنه يوصل لنتيجة بموضوع رئيسة الجمهورية. مفتاح الوصول هو رئيسة الجمهورية. وهالمفتاح موجود بإيد دكتور جعجع. شو حصي. صار فيه مهيك اتصال حريري وعون وكذا وهذا. بهالاتصال صار أنه المفتاح لانتخاب عون أنه روح شوف مسيحية 14. ليش الحريري ما فيه روح يصوت له. كيف بده يصوت له. أول شي فيه موقف يعني سعودي مهيك. ما أفتكر أنه الحريري قادر يدخل يعني. فيه موقف ولا في ذاته حتى يعني. يعني خليني يعني فيه ما بنا نكبره كتير كمان هون. فيه موقف من أنه لا يعني ممكن. إني ما بيقوله هيك. بس أنه عمليا يعني. الشارع الثاني أنه حريري ما بينسى أنه هون هو حليف الخصم أو العدو يعني. وبالتالي أنه كيف هو بده يصوت له هالخصم. وبيترك الحلفاء المسيحيين تقوله شغلي كمان غير طبيعي. والتالي شو صار أنه خيروا حشوفوا جعجع. وحشوفوا أماجحين. هذه البعض قرأ فيها نوع من رمي كرة في ملعب المسيحيين. مسيحية أربعة عشر. بمقاية أن الأمر ليس عند المسيحيين. ده أنا بفتكر عند المسيحيين. تب اسمح لي دكتور ما توقف معلش ما فاصل إعلاني أخير. من بعده راح تابع بالتفصيل بهالموضوع وبدور مسيحيين ومسئوليتهم عن هالقضية. خصوصا يعني في ضوء كلم من نائب جمبلات الأخير. يلي بيقول فيه أنه هن أصحاب اختصاص في الانتحار. بحسب ما أثبتوا المعبير وصولا حاضر. وبأنه بيتحملوا جزء كبير من المسئولية عن خلال. في رئاسة الجمهورية. منحكي من بعد ما توقف مع فاصل أخير. ابقوا معنا. وتابع مشاهدينا القسم الأخير من حلقة الحدث لليوم. مع ضيفي دكتور طفيق هندي. نتابع بموضوع رئاسة الجمهورية والدور المسيحي أو مسئولية المسيحيين. تعديدا في استمرار هذا الشغول في الرئاسة. كنت تتحدث عن نوع من تفاؤل أو أنك تعوّل على الحوار القائمين. أنا أقول أنه هناك إمكانية للوصول إلى إتفاق. مع أنه هالإمكانية منة كتير كبيرة للمسبتها. نحن نفوت بالتفصيل أكتر بشكل مباشر. تقول أنه يعرف الدكتور جعجع أنه حظوظه ليس لديه حظوظ للفوز برئاسة الجمهورية. وأنه ما أصبح مفتاحا أساسيا في هذا الاستحقاق. إذن هن شخصين دكتور جعجع والعماد عون. هل هذا يعني أنه يمكن أن يقبل الدكتور جعجع بالعماد عون رئيسا للجمهورية؟ أنا برأيي أنه مش من رابع المستحيلات. شو يريد أن يقبل؟ مع أنه النسبي يمكن تحتى يقبل يمكن منة كتير كبيرة. ولكن أنا بقول مش من رابع المستحيلات. لأنه كمان الدكتور جعجع يعني مثل ما بيسمون هو لحيوان سياسي. بيعرف كيف يقرأ الأمور. ولكن ما الذي سيجعل أي قراءة ستجعل دكتور جعجع يقبل بالعماد عون؟ هلأ العماد عون لحديد هلأ بعده عم بيتصرف كأنه هو الحليف الوجودي أو الحليف الاستراتيجي لحزب الله. إذا بيتصرف بهذا الشكل لا يمكنه أن يكون رئيساً توافقياً يكون رئيساً. بده كمان ليس منطقياً أنه يجوا ينقلوا لمشيل عون خود موقف ضد إيران وضد حزبان. هذه كمان يعني بغض النظر أنه مبعوض مرشح بالمطلق ومبعوض عنده إمكانية يجي. كمان هذه أنا أفتكر لمين مكان من المسترئسين ما ممكن يعملها. في ظل هذا الميزان القوى القائم في لبنان وهو بشكل أو بآخر متأثر من موازين يلي موجودة بالمنطقة. فبالتالي مفروض أنه يكون يبدأ مشال عون يتصرف كرئيس جمهورية وفاقي أو يسعى إلى التوافق وتوفيق. بعد ما بلش برأيك بهذا السعي؟ لا أحكي بالخطاب السياسي العام يلي ينطلق إلى مواضيع الإقليم معيك. هلأ شو موقف حزب الله؟ حزب الله بالموقف الهيكي المبين أنه نحن مع ميشيل عون نحن مع ترشيح ميشيل عون. عون أول فرق. روحوا على عنوان في عنوان واحد روحوا اتفقوا مع ميشيل عون وكل تاكي بيروحوا وبيجي بالحقيقة من الحب ما قتل. بهالتصرف هيدا طبعا حزب الله اللي عم بيحط أنه خي نحن مرشحنا هو عون ومرشح 8 أزار هو عون وبالتالي شو عم بيقول؟ عم بيقول إذن أنا قاعد مثلا هلأ ما هيك من جهة 14 أزار أو قاعد بالرياض بالسعودية. يقول خي خي هذا ميشيل عون مرشح إيران وأنا خايد معرقي طويلة عريضة بالإقليم بكل هذا ضد إيران. ويمكن أنه الملك الجديد بعد أقصى بالنسبة لإيران. فسأولي بنا ناخد بالاعتبار أنه كمان في تحول تجاه إيران من الدول العربية الخليجية من السعودية حتى تحديدا لما بيروح مثلا وزير خارجية لأردن. هيدا شو بدك منها؟ لا بيطالب بحوار مع إيران لما بيروح رئيس سعريري إلى مصر وبقول نحن لسنا ضد إيران. كمان هذا يشير إلى تحول ما اليوم في السياسة العربية الخليجية تحديدا تجاه إيران. هاي ديبلوماسية. هيدا كلام ديبلوماسي. كمان متأثر بموازين قوة ومتأثر بالموقف الأمريكاني. طيب بس كلام ديبلوماسي يؤشر إلى إلى تحوله. يلي هم يضدوا. فبالتالي هذا لا يعني هيدا ما بيجيب مشارعون وما بيسهلوا مهمته لم يشارعون. الشغال الثاني كمان كمؤشر أنه إذا حزب الله بده مشارعون. لسه كتير بسيطة ولا أبسط من هيك يعني. بيبعد وفيق صفا عند وليد جمبلات بيقول له يتمنى عليك السيد أنه تنتخي بليون. بينسلوا وبينتخبوا 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 وبينتخبوا. وبيمشي يعني النائب جمبلات. أنا أكيد وبدي أكتر يعني أنا بعرف أنه أنه وليد جمبلات يعني بإخت مطاف أكيد ما بده مشارعون ويمكن وأكيد ما بده مشارع كمان يعني ما بده يعني. بده هو ينقي وبلعته وشوفه وجيبه ويعمل ويعمل رؤسه بالتأكيد. وهو متمسك بمرشحه. غري حلو. غري حلو. ولكن ولكن هو ليه عامل هيك؟ لأنه مدرك تماما أنه حزب الله مش عم بيسهلها عمي شالعون. ولكن إذن سهلها وشوفي يا مي شالعون وليش لأ مي شالعون؟ يعني تقصد أنه حزب الله لا يريد العمد عون في اسم الجمهورية؟ هلأ اسأليني ليه؟ مش ليه ماذا يريد؟ إيه ماذا يريد رح أقل لك شو بيريد؟ كمان منه بيقولوا بده ما بده بده فراغ مش مزبوط كمان. أنا برأيي حزب الله ليه ما بده ومي شالعون؟ هون تبلش ما بده ومي شالعون لأنه مي شالعون هو حليف استراتيجي والوجودي وكذا وبده يبقي بها الموقع هيدا لأنه هيدا جيب له دعم بالقليل 50% أو ما يقارب 50% من المسيحين؟ هلأ راح مش مي شالعون من موقعه هيدا صار رئيس جمهورية لما بده يصير رئيس جمهورية يبسوا فكته بغض النظر هو شو بده وهو شو توجهاته؟ بده يصفي رئيس جمهورية إذا صار رئيس جمهورية شو بده يصفي موقفه خطابه سياسي العملي ما فيه يقول ولا أنا مع المقاومة ومع هيدا ومع أنه حزب الله يروح يحارب بسوريا وهيدي بطولة ما بقى فيه خلاص عمليا موضوعيا موضوعيا رح يفقدوا كحليف من هون حزب الله بفضل بفضل برأيي أنا يعني مرشح مرشح يعني متل ما عم بيحكوا فيه توافقي؟ توافقي من هو اللي ماذا بدي يسمي بس أنه بفضل مرشح توافقي طب ليه ما رح من أول بهذا الاتجاه إذن؟ بيسمح له بيسمح له بيسمح له لا يبقي على هيمنته على القرار اللبناني تبعا الدولة اللبنانية من ناحية مثل ما هو هلأ حاصل هو الأقوى ما هيك وهو الفارد إذا بديك الأجندة بشكل عام تبعيته طيب بس طالما هيك ومن ناحية تاني من ناحية تاني لكان بيلقى وبيبقي على تحالفه على سند قسم كبير من المسيحيين لحزب الله وسياسة حزب الله طيب إذا لماذا لا يذهب بانتجاه أعلان دعمه مرشح توافقي وهي دونطف 14 دار لأنه بيقول دكتور جاجع اليوم عن بقوضل فلنذهب إلى رئيس توافقي خليني أقول لك شي لأنه بيدرك تماما أنه مشاه العون لن يقبل بهذا الحل ولن يقبل حتى أنه ينقله أنه روح سمي جبران بسير ما بيقبل هو وهلأ أنا ما عم بلومه ما عم بقول أنه غلط ولا شي قد يكون معه حق بهالمسألة هاي هو طاحش وهذا لكن ما في زعله لميشيل عون ويبلش يفاوض على اسم آخر دونك أنا برأيي هيدا هيدا الخيار الحقيقي لحزب الله بس هيدا الكلام دكتور تسويه يناقد ما كنت تقوله أنه المشكلة بيد المسيحيين خليني كمل ما هلأ عم تقول لي إنه إذا الحزب فعلا بده العيمة دعون بروا عند نائب للغلاط بيقول له انت تتبعون وبيعملوا تسوي وبيمشي الحال واصلك ليش القصة هون هلأ الشغلة التانية لحزب الله هو الحالة الحاضرة النقية طب إذا ما قدرنا وصلنا لهون في هيدا الحالة منيحة في دولة ما هيكي لحد ما قرارة أنا هيدا مرتحلة أنا رايح حارب بسوريا وغير سوريا وأعمل ما حدا بيقل لي شيء وبالتالي كمان هيدا هيدا لأنه فيه ميشي العون بعضه مصر ورح يضله مصر طيب لكن لكن هيدا هو موقف حزب الله بتقولي لي ليه المسيحيين نعم هيني شو دون المسيحيين إذن راحيت هلأ كل القصة صارت إذن جعجع قال إيه لميشي العون مش الحال بس حتى يقول لميشي العون إيه ما هيك ما في يقل له بالتموضع العام له ميشي العون ميشي العون بده يبدأ يعطي إشارات ما هيك إلى تموضع آخر هيدا من ناحية الوطنية بس شيف أنه فيه استادات لهذه الإشارات وبدو يعمل اتفاق سياسي مع جعجع أنه ما بتصير هيك أنه بيجي بروح طيب ما هيدا لي مستبعد مش هيك اليوم كتار لا يعولون على هذا الحوار لأنه بالمنطق يعني بالواقعية ما مشوف في إمكانية لهكذا تحولات بهذا الحجم مش لا يعولون ما بدون هيدا القصة في كتير وحتى داخل داخل يعني داخل القوات اللبنانية وداخل حتى الطيار العوني في كتير مش مبسوطين وما بدون أنه هذا الحوار يوصل لمحل يمكن ما بدون الحوار بالمطلق يعني ولكن ولكن هذا الحوار قائم وهذا الحوار مكمل وهناك وسيصل إلى نتيجة برأيك رغم هالعقبات اللي حكيت عنك أنت هاتك متوجسة من أي نتيجة أنا عبنطلق أولا من تصريحات الكلية اللي هي غير متفائلة بعيدا عن الكلام الديبلوماسي يعني والمحصول وأيضا عبنطلق من واقع ومن تاريخ من الخلافات بين الفريقين وهذا ما يعول عليها البعض أنا برأيي ما عم بقول رح يصير الاتفاق أنا ما عم بقول هي بس أنا بقول لهذا الاتفاق وبالشكل الكامل إمكاني مش معناته صار مشانعون جعجع وصار جعجع مشانعون إطلاقا كل واحد بيضلوا محله كل واحد ضل بتواجهاته بس أنه يصير فيه اتفاق مثل واحد عم بيتفق أنه هوني متفقين هوني مش متفقين هايدي وصلنا لحد معين وطيب أوكي وأنت بتكون رئيس على هال هيدا شي طبيعي هيدا في عنده إمكانية الإمكانية مش كبيرة هيدا أنا رأيي بس أنه نجي نقول لا مش مصلين لمحل وكله هيدا تزليت بمعنى كمان أنه الأمر ليس بيد المسيحيين وأنه المفتاح هو في الخارج وبعدين يعبرون عن مصالح سياسية يعبروا أنه في عالم ما بدون يعني يمكن حتى يعني يمكن مثلا داخل الطيار الطيار مثلا أنه إذا إجا ميشيل عون منخاف بده حينسى الطيار ها شو بيكون يعني حسة الطيار كذا هلأ بالحكومة بكرة بتصغر بدون أنه يخدوا يعطي يعني في كتير عالم يعني في متضررين الحقيقة أو هن بيعتبروا حالهم متضررين من أي شغل بكل المواقع إن كانت داخل الهو أو خارجهم على كل حال الأيام المقبلة يعني ستبين ما إذا كان فعلا هذا الحوار سينتهي إلى نتيجة مفيدة لموضوع استحقاق رئيس الجمهورية أو أنه كنا عم نضيع وقت للأسف كل هالأشهر الماضية على كل حال نحن وقتنا ننتهى معك الدكتور طفيهند أشكر حضورك معنا اليوم بهالحلقة وأهلا وسهلا فيك من جديد بشكركم مشاهدينا على متبعاتكم برنامج الحدد وإلى اللقاء في الغد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة